تجاوز خامو برينت سبعين دولارا للبرميل اليوم الثلاثة بفعل استمرار خفض الامدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا بعد خسائر أسبوعية قياسية في الأسبوع الماضي سجلت نحو ستة بالمئة حيث تعود التراجعات في الأساس إلى المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي يرجح كثيرون أنها قد تقود إلى تباطو اقتصادي واسع ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برينت ثلاثة سنتات لتصل إلى سبعين دولار واربعة عشر سنتا للبرميل ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي ثمانية وخمسين سنتا لتصل إلى تسعة وخمسين دولار وواحد وعشرين سنتا للبرميل ولاقت الأسعار دعما من خفض الامدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك منذ بداية العام ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها من بينهم روسيا يومي الخمس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو لمناقشة سياسة الانتاج ترجمة نانسي قنقر